وفي مرحلة لاحقة سيتم تقييم هذه المرحلة لأنه طبعا هيحكم في إلها انعكاسات أعباء إدارية وأعباء مالية على المؤسسات فالفترة تنفيذ القانون خلال المرسوم التشريعي خلال مدة سنة نكون عم نقيم مدى امتلاء الملاكات وطبعا المرسوم التشريعي هو أجاز بأنه يكون في حتى لو كانت الملاكات غير قادرة على استيعاب هذا العدد أتاح المرسوم بأنه يكون في توسع بالملاكات من خلال إحداث شواغر محكمة محدثة لهذه الغاية بنص المرسوم على الشروط الواجب توفرها في العاملين بأنه يكون في عنده صفة الليد هو يكون آخذ عمل في صفة الديموميك وفي عنده أصول التعاقد أنه تكون سليمة أنه كانت على أساس القانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 عدة شروط شملتها المادة الثانية أتاح لكل الفئات ما حصر على فئة معينة اللي هي الفئات الأعلى الأولى أو الثانية وإدما هو شمل كل الفئات حتى تكون قاعدة الاستفادة هي أكثر اتساعا وبالتالي الاستقرار الاجتماعي لنحن وقت منقول أربعين ألف كرقم فنحن منقول أربعين ألف أسرة لأنه كل شخص هو أسرة وهو وطبعا هذا يعني حيكون فيه إنعكاساته يقولي بحب إذكرها أولا الإنعكاس هو مو فقط مادة هو كمان إنعكاس على قدرة الشخص وعلى طموح الشخص بتعزيز قدراته وتعزيز إمكانياته بأنه هو يرتقي على سلم العمل الوظيفي نحن يعني كان هذا المرسوم أو هذا المطلب الحقيقة هو كان مطلب عمالي تجاوبت مع القيادة السورية وتجاوبت مع الحكومة السورية بتوازي بالنظر إلى كل من كفاءة العمل وإعطاء العاملين الحق نتيجة لاجتهادهم وتراكم خبراتهم وأيضا نتيجة لصمودهم مع الوطن خلال فترة الأزمة اللي هو مر فيها والإن شاء الله نحن باتجاه لانتصارات وانفراجات كبيرة على هذا السياق تفضلوا إذا نحب نسمع أسئلكم أنا يونة ومنوس من المركز الأخباري دكتورة أنت تقولين أن الحق نشأ من التعاقد هذا المرسوم لم يشمل العاملين المؤقتين أو ما يسمى بالبونات في أحد الوزارات أو ما يسمى بالميومين في وزارة الكهرباء وهناك ديمومة في العمل أكثر من سنتين هؤلاء الأشخاص وعددهم ليس مقارنة بالأربعين ألف الذين حصلوا على فرصة هم ألفين أو ثلاثة ألف موظف فأين حقوقهم هؤلاء والسؤال الثاني دكتورة أنا بس سمحت إذا سمحتي لي لحتى فوق نكون دائما بسياق الفهم الصحيح لمفهوم المرسوم أنا ذكرت بأنه التعاقد لم يعطي الحق المرسوم هو كان مكرومة لأنه هو أعطى حق لمن لاحق له بالمطالبة يعني أصول التعاقد لم تعطي الحق للعامل بأنه هو يكون عم يطالب بأنه يكون مسبت ولكن صدور هذا المرسوم هو يلي أنشأ هذا الحق وفرق كثير بين أنه يكون لي فهذا بس اللي كنت حابة وضحه فورا حتى ما يكون في عنا يعني عدم كفاية وضوح للفكرة ما هو مصير هؤلاء العمال المؤقتين يعني الذين لم يشملهم المرسوم والسؤال الثاني بما يخص اللجنة التي شكلت برئاسة مجلس الوزراء لبحث في موضوع ما يصمب الفائد في وزارة الإعلام دكتورة ما له الحق بنقل عامل من وظيفته إلى وظيفة أخرى إذ لم يكون لديه عقوبة مسلكية أو إذ لم يتكون وزارته يعني أبدأ شيئا غير جيد في عمله يعني هل هناك حق لوزارة أن تنقل عامل من مكان إلى آخر بدون سبب إلا أنه اكتشفت بعد أربعين سنة أنه ربما يكون فائد شكرا شكرا للسؤال أولا بسياق المرسوم ذكرنا بأنه المرحلة أو العدد يلي قدر يستوبه ونحن دائما لازم نكون واقعيين حتى عندما نكون عم نفكر بالامتيازات المرسوم هو مدته سنة سنة حياخد خلاله فرصة أربعين ألف من الأشخاص فرصتهم بأنه هن يكونوا عم ينتقلوا من مجال العمل المؤقت إلى صفة العمل الدائم وهذا بيطلب أعباء إدارية على الجهات لأنه هاي الإجراءات هي إجراءات في قلها طولة من الزمن في قلها ترى انتظام معين حتى بوجود عدة جهات هي لازم تكون أولا الجهة صاحبة العلاقة الجهاز المركزي للرقابة المالية لتأشير القرارات فكل هذا بياخد ديمومي من الوقت نحنا قدرنا بأنه أخذ هاي النسبة من العمالة المؤقتة وهنا أنا عم بحكي سنوية يمكن يكون هو منطقي بشكل منقدر أنه نحنا ضمن هالظروف يلي فعلا المؤسسات في عندها ضغوطات كتير كبيرة بالعمل وعادة عندما تكون الدول بأزمات هي بتتوجه لترشيق العمالة عندها ما بتتوجه لزيادة أعداد العمالة الموجودة عندها ولكن رغم كل هالشي وهذا يمكن جزء من قوة الدورة السورية نحنا ما كان النظرة ما كانت أنانية فقط هي بتكون عم تشوف القطاع العام وقديش لازم يكون هو مرتاح بأداء عمله وإنما هي أخدت كما دائما أخدت الواقع العمال وهالدفع والاستقرار الاجتماعي يلي ممكن يحققه انتقاله للعمل لصفة الديمومة وبدفس الوقت كمان يعني زيادة أو تعزيز قدرتهم على أنه هنين يكونوا عم يتابعوا عملهم بأكثر جدية وأكثر انتظاما وكله هذا بينعكس بالخير سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الوطن طبعا وقلنا بالمرسيم الماضية يلي صدرت ما كان في عنا أزمات الحقيقة فكنا دائما عم نفكر بكفاءة العمل وكنا عم نفكر بامتلاء الملاكات ويعني قدر الإمكان أنه ما نكون عم نتوجه لإجراء المسابقات ونحن عنا كوادر موجودة وبتقدر تخدم ولكن هذا الزرف استثنائي يلي صدر فيه هذا المرسوم هو كان كمان في وفاء من الوطن أولا لأسر شهداء الشهداء رحمة الله على جميع شهداء الوطن يلي هنين أدموا الغالي والرخيص لحتى يبقى الوطن بصموده ومنعته وبنفس الوقت كمان الشباب يلي هو ضل مؤامن بقيمة وطنه وبقيمة العطاء للوطن وضل هو موجود على ساحة العمل طيلة هذه السنوات موضوع العمالة الموسمية من أشكال أخرى يعني يمكن صعب أنه نحن نفكر فيه بكل صراحة على مستوى شمولي لهالدرجة يعني أنه يصدر سك تشريعي يقول أنا كل عمال العمالة المؤقتة أنا حاستوعبها ضمن الملاكات لأنه هي مالها فقط موضوع شخص وانتقاله من واقع لواقع عملي ضمن الوظيفة ولكن يعني هو فيه له علاقة بمدى ديمومة العمل اللي هو بيشتغل عليه العمالة بتوصيفها الموسمية سواء كانت البونات أو المياومة أو الوكالة أو أي أنواع أخرى عادة الموظف أو العامل ما بيكون عم يأخذ أعمال إلى صفة ديمومة هلأ طبعا نحن بنعرف أنه هذا الواقع بالنظرة العملية فيه له تكريس مختلف وهذا اللي نحن عم نشوفه من خلال لجنة أخرى مشكلة من السيد وزير التنمية الإدارية بمشاركتي وبمشاركة الوزارات المختصة كلنا على حدا بدأنا ودرسنا عد واقع العمالة الموسمية لدى هذه الوزارات لحتى نقدر نشوفها بسياق يعني ممكن أنه يكون أولا مفيد للعمل لأنه مستحيل أنه يكون فيه عملاقة للملاكات العددية لأنه عمليا هذا بكل صراحة هذا بيختلف شوي أو بيبعد شوي عن مبدأ الإصلاح الإداري اللي هو قائم واللي نحن عم نحاول أنه من خلاله نوصل لتعزيز قوة المؤسسات هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال وبدي بس أنهي بهذا الشق بأنه المزايا لن تنتهي لم تنتهي بهذا المرسوم بالنسبة لزوي الشهداء ولن تنتهي بهذا المرسوم في جملة من الحزمة من الخدمات والامتيازات وتدرس على مستوى الحكومة سواء بالنسبة لزوي الشهداء أو بالنسبة للجرحة مع دعائنا للتعافي لكل جرحة الوطن السؤال الثاني اللي سألتي عنه أي مؤسسة من حقها بأنها تعيد تقييم كادر العمل الموجود عندها وإمتى بيكون كادر العمل هو فعلا منتج بالشكل الكافي لدى الجهة وإمتى ممكن يكون أكثر إنتاجية بحال وجوده بغير جهة بضوء تخصصه أو بضوء أي معطيات تانية الجهة نفسها هي اللي بتقدرها اللجنة التي شكلت هي كانت عم تدرس أسس لعدد معين من الكوادر العاملة ضمن وزارة الإعلام قد يكون من المفيد ونحن بالآخير كلنا كعمال بدنا نأكد وهذا اللي من أكده دائما بأنه نحن جنود على رقاية الوطن ما بهم أنا وين المكان فقط اللي عم بختم فيه أنا اللي بهم أنه أنا ما أفقد فرصة عملي وأفقد حقي فقدان الحق هو اللي ممكن يقلقنا ولكن انتقال مكان العمل من مكان لآخر ما مفروض كتير يكون عم يقلقنا طالما هو نحن عم ننتقل مع نفس حقوقنا ونفس وضعنا الوظيفة فالتأكيد هو أنه اللجنة هي كانت عم تدرس هاي الأسس التنظيمية والقانونية يلي ممكن من خلال العمال ينتقلوا من مكان هنن فيه قد يكونوا أقل إنتاجية من وجهة نظر المؤسسة ودائما المؤسسة هي بتنظر من نظرة شمولية هي ما بتنظر على مستوى الفرد هي بتنظر على مستوى السياق العام للمؤسسة وكيف ممكن أنه هي تكون عم تخدم بشكل جيد ونحن كلنا بنعرف أهمية المؤسسة الإعلامية وكلنا سمعنا بأنه حتى بخطاب سيادة رئيس الجمهورية كان موضوع الإعلام وموضوع القطاع الإعلامي كان من سلم الأولويات وفعلا هذا كمان عم يترجم على المستوى التنفيذي بدعم لقطاع الإعلام لحتى يكون هو السلاح الرديف لإظهار قوة الدولة السورية وإظهار حقية أو حقية الملف السوري بأنه ياخد صورته الحقيقية ما ياخد صورته اللي يشوهها الإعلام المغرد فاللي بحب طمين يعني الزملاء من الكوادر العاملة بوزارة الإعلام بأنه اللجنة هي وضعت أو اقترحت طبعا لأنه هاي لساتة بسياق الاقتراحات اقترحت أسس منصفة جدا للعاملين ما كان موضوع اختيار أو تقييم العمالة هو موضوع عملها لأنه طبعا هذا بيخص الجهة والجهة نفسها ووحدة اللي بتقدر هي تحدده ولكن الحقوق والقدام وكل التفاصيل الثانية بالتأكيد هاي هي هذا هو الحق اللي لا يمكن المساس فيه تفضلوا هنا سفا من وكال السانة سيادة الوزيرة في أنواع من العمالة المؤقتة بونات موسمية في عقود سنوية صلون أكتر من خمس سنين أو ست سنوات في إجراءات أخرى أو مراحل لاحقة لتثبيت العقود السنوية هلأ نحنا اللي كنت عم ذكرت هذا الشي بطريقة أو بأخرى سأجعله أكثر وضوحا بأنه المرحلة الحالية نحنا شفنا فيها عقود زوي الشهداء وعقود برنامج تشغيل الشباب بمرحلة لاحقة كمان عم يكون فيه يعني استمرار لتقييم انعكاس هذا الموضوع موضوع التثبيت على العمل ضمن المرافق العامة وضمن الجهات العامة وإن شاء الله بنقدر كمان يعني نوسع قاعدة الاستفادة لتشمل كل طاقة سورية هي أعطت وعم تعطي بجدية وعم تراكم عندها كفاءات وخبرات وبتقدر أن هي تكون داعم لواقع العمل بالقطاع العام سيادة الوزيرة دانيا الدوس من جريدة تشرين هلأ أول سؤال عندي أنه زوي الشهداء هلأ فيه زوي شهداء من حرب تشرين تحريرية دخلوا نشي بهذا المرسوم هاي أول سؤال ثاني سؤال سيادة الوزيرة هلأ المرسوم طلع أنه يجوز للوزير المختص يعني أنه هو تثبيت العاملين هلأ هون فيه تخوف يعني أنا من تشغيل شباب فيه تخوف أنه بركي مثلا نحن هلأ يعني شفنا أنه يعني فيه فيه فائد وأحيانا فيه يعني صار فيه دمج أحيانا بالقنوات وهيك فيه تخوف أنه مثلا بركي سيادة الوزير مثلا ما بده مثلا يسبت هذول الأشخاص هلأ هاد المرسوم بيسبتون أكيد ولا أنه حسب الوزير المختص هلأ يعني أنا حكون كثير شفافة بالجواب أولا بالنسبة لعقود زوي الشهداء أي عقد موجود ضمن العقود العقود الجهات العامة واللي هو عم يقول أنه هذا العقد منح لأنه الشخص هو زوي شهيد فعمليا هو حيكون ضمن بوتقة الاستفادة الشيء الثاني هل كلمة يجوز تعني الالتزام أو تعني جواز المبدأ دائما بالنصوص التشريعية يعطى جواز المبدأ فعمليا بالتأكيد فيه هو فيه تعليمات تنفيذية حتصدر وحتوضح شو هي الإجراءات حتى ضمن نفس المؤسسة يلي ممكن يلي لازم يكون يتم اتخاذها من خلال فرضا تشكيل لجنة هاي اللجنة هي بتدرس واقع العقود مدى مطابقة الصفاء الشروط الموجودة عند المتعاقد مع الشروط المنصوصة عليها بالمادة 2 الشرح الوافي للمادة 2 حتى كمان ما يكون فيه اجتهادات بالتفسير وبالتالي يعني وأنا هم بعطف على الممارسات السابقة على الأغلب الأغلبية العزمة هنا بيكونوا مستفيدين من هذا يعني ما لم يكن عند العامل أي غلط بأصول التعاقد أساسا معه فبعتقد أنه هو ما هيخسر حقه بأنه هو يكون من ضمن العمالة الدائمة ضمن الوزارة وأنا يعني هذا كمان شيء لازم أنه نحكي هذا الجهد الوزارة بصفته هي الوزارة المسؤولة عن قطاع العمل هي اللي بادرت فيه بتوجيه وكمان هذا يعني مفروض أن صليت الضوء عليه لأنه هو بيعكس اهتمام الحكومة السورية بتلبية المطالب العمالية لأنعكاسه الفردي على مستوى العامل ولأنعكاسه الجماعي على مستوى كفاءة العمل فكان فيه توجيه من سيد رئيس مجلس الوزراء يمكن من بداية صدور قرار مرسوم دمج الوزارتين لحتى فعلا يكون هذا الموضوع على سلم أولوياتنا والحمد لله قدر أنه ياخد مساره العملي لناحية الصدور وقريبا جدا التطبيق وهذا اللي كمان كان داعم لهذا الموضوع هي كافة الجهات العامة اللي عندها هذا النوع من العمالة وكل الجهات العامة في عندها تعاقد سنوي وعندها تعاقد من أشكال أخرى فكانوا هنين كمان داعمين فما بعتقد بأنه أي وزارة حتكون رافضة لأي عنصر بشري عامل لديها وكفاء لديها قريبا جدا هي يعني التعليمات نحن بتكون مجهزينة كمسودة بالتوازي مع تجهيز السك التشريعي وإن شاء الله بسرعة كتير حتصدر وبتكون قابلة للتطبيق صلاح الخير أعطيك العافية أنا يارا سقر من المركز الإخباري حضرتك خبرتنا أنه من أحد المعايير اللي عم تدرسوها مشان إصدار هاي القوائم هي القدم أنا خريجة إعلام جيت جديدة على المركز الإخباري من الناس اللي عم تشتغلوا عم بتضاوم دائما وفي تقييمات من مدرائي أنه في عندي شغل طيب أنا إذا طلع مثلا اسمي لأني ماني أديمة أنا جديدة فائض هذا ما نوع شحاف بحقي أو بحق زملائي يعني جتنا كذا تسريبات كذا اسم يعني أنه هدون الناس عم تشتغل من وين أنه كيف دا تطلعها فائض يعني أنا بدي اليوم يمكن أن نركز أكتر على مرسوم على موضوع المرسوم التشريعي بشكر لكم حضوركم بالتأكيد كان هذا يعني هذا الشرح وهذا التوضيح لمفهوم صدور هذا المرسوم لشكل تطبيقه لمدى قدرته على استيعاب العمال بشكل عم يضمن استقراره الاجتماعي والاقتصادي هذا اللي أخذ الحيز الأهم يمكن اليوم من تسليطنا الضوء على هذا المرسوم في نواحي فنية كتير حتطلع ضمن التعليمات التنفيذية وحتكون أكثر وضوحا حتى بالنسبة لكل التساؤلات ولكن أنا الشي اللي بحب أكده بأنه الوطن دائما كريم مع أبنائه والوطن دائما حريص على أنه كل الطاقات تكون هي محشودة لخدمة الوطن وتكون دائما بالسياق العملي موظفة بالسياق العملي الصحيح لتوظيف كل طاقاتها وإن شاء الله بتمنى لكم كل خير شكرا